اهلا بكم اثار قرار الحكومة السودانية برفع دعم البنزين والديزل حالة من الجدل في الشارع السوداني واصط مخاوف من موجة ارتفاع في اسعار المواصلات والسلع والمواد الغذائية من جانبها اكد وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم ان الحكومة لن ترفع الدعم عن القمح او غاز الطهي او زيت الوقود الذي يستخدم في انتاج الكهرباء هذا العام وقالت الحكومة انها وجهت بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات عن عبء ترشيد دعم الوقود وتسود الشارع السوداني حالة من الضجر والسخط تجاه السلطات جراء رفع الدعم عن البنزين والجازولين وزيادة الاسعار لدرجة تصل الى الضعفة وتوقع قبراء ان تفاقم الزيادة الجديدة الاوضاع المعيشية وان تتسبب في ارتفاع جنوني في اسعار السلع الاساسية والنقل وتأثير اكبر في مناطق الانتاج الزراعي الزيادة دي هي فاجعتنا وبعدين احنا ما كنا متوقعين يعني كنا متوقعين يعني انه يحصل النقيسة في الاسعار وفاجعونا بزيادة وزيادة زاتها يعني يا زيادة ما سهلة والله صراحة يعني انه بقت مضاعف احنا في بلد يعني بنعيش ضايقة اقتصادية خانقة ويطلع علينا كمان يعني انا ما عرف انه القرار بتاع زيادة الوقود احنا بنسق انه في المسؤولين لكن انا افتكر انه قرار ما موفقه في توقيت غير مناسب انه يطلع قرار بزيادة تعرفت الوقود يعني اللي شي لا يطاق الزيادة ذاتها لا من تحصل قبل كده حصلت مرتين الناس بيتوقع انه الزيادة دي بتحدث انفراج في واقع الحياة ما في حاجة الان حاسي دي حتتتعمل نفسي اخوات الفاتن ما حتتفيد الناس باي حاجة تزيد عبع على الناس على المواطن البركب اللي يمشي عملوا العيام عاشي المستشفى البتاع ما في اي حاجة بتحصل فيبقى يا اخي ده كله يعني الناس بتدول في حلقة مفرغة التلوقود تسبب لي دائقة معيشية تمام لكن احنا بلد من كنا بلد مدعوم بقينا بلد سوق حر فسيادة التلوقود طبيعيا يعني في السوداننا ما في حاجة قاعد تتغير وما في زول خسران قاعد تتغير ارغام فئة معينة متضررة من الحاجة دي هي الفئة بتاعت الموظفين غد تكون المرتبات ما مكفية لكن لا اي انسان شغال في السوق وكلنا نكناش شغالين في السوق احنا ما في زول شغال في السوق بتضرر من الحاجة دي ولو في زول بتضرر من الحاجة دي سوق نقفل اتمنى ان الزيادة انه هي زيادة تقف فحيحصل لكالآهدي كل مرة حيكون في زيادة يبقى زيادة ما مبررة يبقى زيادة ما حل الحل في انه الناس تنتج ان الدولة تنتج ان الدولة تعمل مشاريع بتاعت تنمية مستدامة حاجة تكون ملموسة للدولة حاجة تكون ملموسة للمواطن المواطن متضرر تضرر ما طبيعي وخصوصا الفئة بتاعت الموظفين يبقى انه المرد تنبيقه ما مجي ما مجي بمعنى انه ما مجي الحياة دي بتعمل صور سلبية الموظفين ممكن يلتقيوا لحاجات ممكن تكون معرانونية ايشان يقدروا يسيروا حياتهم الطبيعية الذي عاني من ازمات كثيرة عنه ما الا الربع عن الدعم المحروقات ولا كذا من عاني من ازمات في الخدمات الصحية في المعيشة في الاكل وفي الشراب في حاجات كثيرة عنه اهم من المحروقات وهم من رفع الدعم عن المحروقات عنه والله الشعب السوداني يعاني ازمة حقيقية عنه والله ما مرد بيعانه الناس في غاية الصعوبة وفي غاية الضنق نوم الينا عبدالأخمار الاصطناعية من الخرطوم وزير الطاقة والنفطة السوداني السيد جادين علي عبيد ورحبي معالي الوزير ابدأ معك من هذه الاصوات السودانية يعني ربما الاصوات السودانية التي استمعنا الها كلها رافضة لهذه الزيادة وقدمت البعض يراها وجهات نظر محقة في انه التوقيت الاضرار التراكم بعد ذلك في ارتفاع الاسعار تعليقك على هذه الاصوات السودانية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا جزيلا لكل مستمعك في كل انحاء العالم انا في البداية فعلا اتعاطف شديد مع المستضافين في شكواهم المرة عن الزيادات التي تمت لكن اذا نظرنا لهذا الامر نظرة كلية وشت نظرة اقتصادية سليمة في انه نكيف المخرج من هذا المأزق الاقتصادي اللي احنا بنعيشه سنين طويلة فواحدة من الحلول الناجعة في هذا السبيل انه احنا نتخلص تماما من كل الدعمات اللي بدين في السلع المختلفة وعلى رأسها الوقود والسبب البسيط في انه هذا الدعم حقيقة يعني لا يصل الى مستحقه بالمعنى السليم وهذا السوق في التزعير وخلق سوق موهز وكذا وكذا هي تغري الآخرين في تعويق انسياف هذه السلعة للانتاج وللومواطنين وتستسبب في خلق أزمات مفتعلة كي يستفيد من ذلك بعض اصدعاف النفوس أصحاب السوق الأسود وما يشاكلهم فيعلن هو قرار صعب وقعه الآن صعب على كثير من المواطنين ولكن مؤكد انه في المستقبل هذه الموارضة التي تتوفر من هذا الرفع للدعم يوجه الى مصطحة هؤلاء النفر الذين يشتكون الآن في مزيد من فرص العمل مزيد من الاستثمارات مزيد من وهكذا معالي الوزير يعني هناك من الأصوات السودانية النتيجة النهائية نعم تفضل أكمل معالي الوزير تفضل أكمل نعم في النهاية نقول أنه وقع هذا القرار سننتعاطف معهم تماما ومقدرهم تماما وكما ذكرت في النبأ قبل قليل في أنه هناك إجراءات أخرى تزعى الدولة في أنه برامج تخفف وقع هذه الحملة الاقتصادي الإضافة على بعض المواطنين بوسائل مختلفة تذكر في حين إن شاء الله وذكر في اللقاء الذي ذكرت أمس السيد وزارة المالية في ترتيبات حتم لرفع هذا الضنق أو معالي الوزير لكن هناك من يرى هناك من يرى أن هذه الزيادة عندما نتحدث عن زيادة أسعار البنزين والديزل بنسبة مئة في المئة فإن هناك أسعار أخرى مترتبة عليها أسعار السلع أسعار المواصلات أسعار الإنتاج الزراعي كل السلع بشكل تراتبي سوف تزيد وبالتالي لن تكون الزيادة فقط في الوقود يعني كيف سواجه المواطن السوداني وكيف ستواجه الحكومة هذه الزيادات نعم ستحدث بعض الزيادات أنا أحب أن ألفت انتباه المواطنين في أن في زيادات قد تطرأ الآن بصورة يعني غير رشيدة وردو سيلة أخرى من استغلاب بعض الجهات لكن الأثر الفعلي لهذه الزيادة في الوقود مهما كان يعني هي ستكون نسبة ضئيلة أنا في تقديري لكن إذا كان نظرنا إلى العائد العائد من هذه الأموال التي كانت تسخر لدعم الغير مرشد وإمكانت أنه إعادة تدوير هذه أو توجيه هذه الموارد التي توفرت الآن في تقديري توجه لمن يستحق وتحرم وأي حرام منها الذي لا يستحق فصحيح بعض المواطنين قد يفقد الشيء في زيادة قليلة أو معقولة في الأزعار لكن العائد أنا في تقديري لمن يستحق الدعم ستكون أكبر وأفيد وأصلح لي إن شاء الله معالي الوزير كيف سيتعامل المواطن السوداني الذي يعاني أيضا من سوق العملة أو ارتفاع الدولار في مقابل الجنيف في السوق الموازي وأن هناك سوقين أو سعرين للعملة في السودان مما يؤثر على كل الأسعار وعلى كل حال الاقتصادية كيف سيتعامل المواطن السوداني مع هذه الزيادات زيادات كبيرة وضخمة هل هناك مشروعات حكومية لتخفيف العبء عن المواطن السوداني نعم في البداية هذا القرار واحد من فوائد أرهام جدا هو أنه سيساعد في استقرار سعر الصرف لأنه في السودان الآن أكبر فاتورة تحتاج لعملة حرة هي فاتورة للوقود أو البترول بسرعة عامة في السودان نصرف الآن حوالي 250 مليون دولار في الشهر الواحد لتوريد مشتقات البترول وهذا ضغط ضخم جدا على سوق العملة وكذلك تتعدد المنافس للحصول على هذه العملة وواحد من المصادر الرئيسي هو السوق الأسود الذي لا يكترس لأي سعر أو ضوابط بنكية أو نقطية إصدار بنك السودان فهي تفلت في هذه المزلة فاستغرار أو الاستيراد الضوابط التي وضعتها الآن من خلال أن الاستيراد يتم من خلال نافذة واحدة هي محفظة السرعة الاستراتيجية هذا القرار يضبط المصادر التي تحصل عليها المستوردون لسرعة المشتقات البترولية وبالتأكيد سينعكس استقرار في سعر الصرف وهذا الاستقرار هو أهم عامل لإصلاح الاقتصاد الكل في السودان والبعد عن الطريقة التي كان السائر السابق أن تحصل زيادات متالية في السعر فذلك العكاس أساسي سيؤمن على القرار الذي سبق أصدر بنك السودان ودارة المالية في أن حر سعر الصرف فهذا قرار إضافي تأمين لهذا القرار كي لا تحدث زيادات متوالية في سعر الدولار وبالتالي لا تحدث زيادات متوالية في أزعار السلع والخدمات بالنسبة للمواطن يعني معالي الوزير الرئيس الوزراء السوداني سيد حمدوك العام الماضي في نفس التوقيت قال أنه الفقر وصل في السودان إلى 65% وفوضية الضمان الاجتماعي السودانية قالت أنه الفقر وصل إلى 77% في رأيك بعد هذه الزيادات وارتفاع الأسعار يعني الرقم المطاقع الذي من الممكن أن يصل إليه الفقر في السودان في تقديري هذه الأرقام مهما كانت هناك برامج مخصصة تستفيد من هذا الدعم الذي كان يتجه للكل في أن يوجه هذا الدعم لمن يستحق فقط وهناك برامج واضحة جداً تم استعرضه في مجلس الوزراء وفي كل المنابل الإعلامية أن هناك برامج ما يسمى ببرنامج سلعاتي لتوفير السلع بالسعر التكلفة كذلك هناك برنامج يسمى برنامج الثمرات للفقراء والمعزين هذه البرامج تتوجه بصورة محددة وصورة علمية جداً بعد إجراء محسوحات وتتواصل مع هؤلاء الذين يستحقون فهذه البرامج في تقديري تكون كافية جداً لأنه من يستحق الدعم أو الفقراء من الشعب السوداني الذي ذكرتهم ينال حقهم بصورة كاملة من الموارد التي تتوفر من هذه الإجراءات التي تمت أخيراً مع الوزير نحن نتحدث عن 77% من 30 مليون حسب مفوضية الضمان الاجتماعي في تحت خط الفقر وبالتالي البعض يرى أن الحكومة عندما قررت أن تشرك القطاع الخاص فيما يخص منظومة المحروقات أو البنزين أو الديزل هي بذلك أيضاً دعت إلى عدم السيطرة على هذا القطاع الخاص ربما الاحتكار كيف ستتعاملون مع افتراضية احتكار القطاع الخاص للمحروقات القطاع الخاص له دور في التجارة في النفط والحكومة له دور كذلك لكن حسب الإحصائات التي عندنا دور القطاع الخاص سيظل هو الدور رائد وهو الدور المسيطر والدور المؤثر في السوق بكل المقاييس نسبة لأن القطاع الخاص له إمكانات وموارد ضخمة ومنافس توزيع واستيرات ونقل وغيره وهو يستطيع أن يسيطر على السوق من ناحية تجارية بآلية السوق المعروفة وليس بالتزعيرة وبالتالي لا أخوف أن القطاع الخاص يستأثر بالموقف ويأدئ إلى زيادات أو هكذا كذلك فيما يتعلق بالدعم وأسر في زيادة الفقر أو هكذا فنحن نعتبر أنه لما بهذا الإجراء نحن نضمن الوفرة الكاملة لهذه المشتقات بالتالي الوفرة هذه تنعكس على زيادة في إنتاج في كل الشغل الإنتاجي في الزراعة وفي الصناعة وفي الخدمات مما يسر حياة الناس موفر وظائف لكل الناس راغبين في الوظائف وبالتالي هذا هو الحل الأمثل لإزالة الفق أكثر من المعونات المباشرة التي لا تسمن لا تغمي جوعه يعني تحدثت عن المعونات المباشرة وأنت قلت أنه سوف تكون لك معونات مباشرة عبر برامج تقدمها الحكومة لم تقدم حتى الآن وبالتالي السؤال الآن فيما يخص المواطن السوداني الذي يتعامل مع سوقين أو سعرين موازيين للخبز مثلا يعني الخبز المدعوم بعض السودانيين قالوا غير موجود لكن السعر في الأسواق العادية بسعر السوق موجود الأمر أيضا فيما يخص العملة وبالتالي كيف ستسيطر الدولة على التضخم الذي قال البعض أنه سيصل إلى 300 مئة بالمئة أو 500 بالمئة فيما يتعلق بالخبز أنا أؤكد أنه كل احتاج السودان من الخبز حتى نهاية العام وتوفره أما فيما يتعلق بأن وجود السعرين هذا شيء طبيعي في أنه بعض الناس قد تكون فينا اختلافات في الجودة أو هو كل خبز ومقبول ومفيد وكذا لكن في بعض الفئات من الشعب السودان ترغف أنه تدعام مع جود أعلى فهذا شأنهم لكن لعامة الشعب الخبز المدعوم وتوفر وهذا التزام من الدولة ستقوم به بإضافة للتزام وتوفير الغاز الطفح وتوفير الوقود للكهرباء برضو وسيلة أخرى من وسائل التعم للمواطن السوداني فأنا أؤكد أن الخبز متوفر ومؤمن لغاية نهاية العام نعم لكن مع الوزير لم تقل كيف ستتعاملون مع ارتفاع معدل التضخم إلى 300% أو البعض وصف أنه سيصل إلى 500% نحن التضخم إلى حد كبير مرتبط تماما بزيادة سعر الدولار وكما ذكرت لك أن واحدة من السلعة الرئيسية التي تسبب ضغط كبير جدا على الدولار هو سلعة الوقود ومشتغات البترولية ونحن نحن عمل ترتباط الآن تم ترتباط محكمة جدا أن هذا الوقود لا يستورد إلا عن طريق قناء واحدة تسيطر على الدولة ليس سيطرة بمعنى سيطرة مالية إنما سيطرة إدارية بحيث أنه نضمن أنه التجاري السوق الأسود والذين تكسبون من خلق ندرة وتهريب لموارد الدولة وكذا وكذا لا يستطيعون أنه من الآن وفي المستقبل أنه يستفيد من هذه الميزة وكذلك تمت إجراءات كبيرة جدا في أن كل العائد صادرات السودان من السلاع والذهب والمواشي والمنتجات الزراعية تأكد تماما تم الضوابط صار مجدا في أنه تمر عبر القنوات الرسمية عشان نضمن أنه عوائد الصادر وصلت مما يفر عمل حرة توجه في السلع الأساسية المتفق عليها في قوائم وزارة التجارة بذلك نضمن أنه لا استفاع إن شاء الله مستقبلا في سير الصرف نتيجة المضاربات التي كانت تحدث في السابق شكرا لك مع الوزير الطاقة والنفطة السوداني سيد جدين علي عبيد أشكرك شكرا جزيلا على وجودك شاهدين المسايا مستمرة وبعض الفاصل باقي في قراتنا وفيها الداخلية التونسية تعلم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بوجود تهديد جدي باغتياله وتعزز من إجراءات الحماية المخصصة اشتركوا في القناة